في لحظة تسلك فيها المنطقة طريقة تحولات قد تحمل أبعادا استراتيجية خصوصا بعد اتفاق جينيفا الإيراني والتحضير لجينيفا 2 السوري من خلال هذه اللحظة عاد الإرهاب ليضرب مجددا في لبنان عبر اغتيال الوزير اللبناني محمد شطح القيادي في تيار المستقبل تساؤلات كثيرة يثيرها توقيت هذه الجريمة وهي الخامسة منذ خمسة أشهر في إطار التفجيرات المتنقلة التي هزت لبنان أجمع اللبنانيون على إدانة الجريمة وانقسموا في الاتهامات وإن كانت تلميحا أو تصريحا وهنا اتهمت قوى الرابع عشر من آذار من تصفهم بالمتهربين من العدالة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري فيما رأى الطرف الآخر وخصوصا حزب الله في الاغتيال مسعا لضرب الوحدة الوطنية اللبنانية هل هناك من يرغب بإشغال حرائق أمنية وسياسية في لبنان في ظل المتغيرات المنتظرة في المنطقة أين تقف حسابات الأطراف الداخلية والإقليمية مما حدث خلفيات وتداعيات اغتيال الوزير شطح ستكون محور المسائية الليلة نذهب إلى موجز لأهم الأخبار شكرا لك رامي مشاهدين السلام عليكم علمات الميدين أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشادوا بتعاون دمشق البنان مع المنظمة وأن سوريا دمرت قضائف كيميائية تحت إشرافهم كما أعرب خبراء المنظمة وفق معلومات للميدين عن أملهم بانتهاء عملية نقل الأسلحة الكيميائية من سوريا في الخامس من شباط فبراير المقبل وكانت موسكو شهدت اليوم شماعا لخبراء في الأسلحة الكيميائية من سوريا وروسيا والولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا أفاد مراسل الميدين في دمشق بمقتل سبعين مسلحا من جبهة النصرة في كمين للجيش السوري بين معلولة وقصطلف القلمون وأفاد مراسلنا أيضا بأن نحو 150 من مسلح المعارضة واصلوا ما بين قتل وجرح إلى منطقة عرسال المحاذية للحدود اللبنانية وهو ما نفاه للميدين مختار عرسال وقد أكد المرصد السوري المعارض مقتل العشرات من مسلحي المعارضة في جبال القلمون رأى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن اليوم شهد آخر صلاة جمعة موحدة في ساحات الاعتصام التي سماها ساحات الفتنة مهددا بإحراق الخيام في حال إبقائها وطلب المالكي من عشائر الأنبار التي نصبت خيما في ساحة الاعتصام وهي مكرهة على حد وصفه طلب منها تفكيكها حتى لا تتعرض للحرق إكراما لهذه العشائر تهديدات المالكي تأتي بموازاة عملية عسكرية يواصلها الجيش منذ أيام في الأنبار ضد مسلحي تنظيم القاعدة قتل نحو عشرين شخصا وأصيب آخرون في قصف مدفعي على مجلس عزاء في محافظة الضالع جنوب اليمن وفي سياق آخر شيع الألاف من الجنوبيين قتلين قضيا برصاص قوات الجيش في اليوم الأول امتلاقة الهبة الشعبية في محافظة جنوب اليمن في مصر قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في كل من ضميات والمينيا مصدر أمني مصري أكد القاء القبض على أكثر من 250 من أنصار الجماعة فيما أصيب 16 آخرون باختناق بسبب استعمال الشرطة القنابلة المسيلة للدموع شهود عيان أشاروا إلى أن رجالا غير معروف الهوية في ملابس مدنية أطلقوا الرصاص على المحتجين وزارة الداخلية بدورها أعلنت عن إصابة 15 عنصرا من قواتها العاصمة الفرنسية باريس شهدت ليلة جمعة تظاهرات لعدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والمصريين المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي المتظاهرون الذين جابوا ساحة روكاديرو في وسط باريس رفعوا شعارات منددة بوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي وطلبوا بعودة مرسي إلى سدة الرئاسة منذ خمسة أشهر والتفجيرات تتنقل في المناطق اللبنانية بدأت في الضاحية وانتقلت إلى طرابلس ومن ثم إلى بيروت مستهدفة استفارة الإيرانية هذه المرة في وسط العاصمة وكان الهدف الوزير السابق محمد شطح وهو أحد الوجوه البارزة في تيار المستقبل المواقف اللبنانية أجمعت على إدانة العمل الإرهابي لكن أصابع الاتهام اختلفت اتجاهتها باختلاف التوجهات السياسية التي تحكم المشهد اللبناني أما القوى الأمنية اللبنانية فقد باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات التفجير قلب بيروت اهتز في الجمعة الأخيرة من هذا العام تفجير استهدف موكب وزير المالية الأسبق محمد شطح قتله ومرافقه وعابرين على الطريق نفسها جرح العشرات ونشر الدمار في المحيط نحن وعندين بالبنك عشر الأربع طلع انفجار أوه ما استوعبنا شو الموضوع وهرق زيزو هربنا طهنا لبرا لقينا كل هالدمار هيدا ما بتخيلوا هون منطقة يعني مفروض كون إمن نسبيا أنا أول ما وصلت وصلت عند هاي السيارة المحروقة هاي دغري اللي حدنا شفت ان مثل مغطين حدا جسة أو شي شقف كذا وبلشوا الامن ويرجعوا العالم القوى الأمنية سارعت إلى تطويق موقع التفجير وبشر المقتصون مسح الأدلة فيما تسيد الذهول والخشية من المجهول كل الوجوه عندي محل اسمه نوادر لبيع كتب قديمة من 200-300 سنة راح كله المحل الحضارة الحقيقية صارت على الأرض أنا بالنسبة لألي خسارة الكتب اللي من 200-300 سنة اللي بتحكي عن حقيقة حضارة هالعالم العربي كمان هاي دي إلى جرح بقلبي القاتل أصاب الذاكرة وأيضا الأمل بالغد الصراحة يعني أنا كيف يقوله ما في شي لأنه ما حتصير لأنه العالم تشتريها بالمصاري وأنا كيد اللي فجر نفسه هو تحت كابتاجون وتحت أشي يعني ما حدا حيحس فكلنا مخدرين الانفجار الخامس في خمسة أشهر بدل بهجة الأعياد التي انتظرها اللبنانيون لتختتم عامهم الحافلة بالأحداث الأمنية والسياسية هدية نهاية هذا العام أتت على غير ما يأمل اللبنانيون سيارة مفخخة أودت بحياة شهداء وجرحت العشرات أدخلت الحزنة إلى بيوت أهلهم وأحبتهم وأدخلت القلقة إلى نفوس كل اللبنانيين من موقع الانفجار في وسط بيروت ملك خالد الميادين اغتيال الوزير شطح نفذه شخصان على الأقل ومعلومات أمنية ترجح للميادين مشاركة ثالث فجر السيارة المفخخة عن بعد في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية للميادين أن السيارة المفخخة سرقت قبل عام ورصدت في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان عباس الصبغ كشفت مصادر أمنية لبنانية للميادين بعض تفاصيل عملية اغتيال الوزير السابق محمد شطح المصادر أكدت أن السيارة التي استخدمت في التفجير سرقت قبل عام من بلدة رميلي في ساحل الشوف في جبل لبنان ورصدت تدخل مخيم عين الحلوة جنوب البلاد وظلت السيارة موضع متابعة الأجهزة الأمنية إلى أن فقد أثرها ولم يتم التمكن من التوصل إلى أي معلومات حول مسار هذه السيارة والجهة التي تكون استعملتها في اغتيال الوزير شطح التحقيقات أظهرت أن بعض المشاركين في سرقة السيارة ينتمون إلى تنظيم فتح الإسلام وأن شخصا غير لبناني يعرف بطلال الأردني تسلم السيارة المسرقة في المخيم أما عن تنفيذ عملية اغتيال الوزير شطح فتفيد المعلومات أن الجنات عمدوا إلى ركن سيارة من نوع هوندا سيفيك في مكان التفجير قبل أكثر من نصف ساعة على تنفيذ الاغتيال السيارة لم تكن مفخخة بل كانت تحجز مكانا لركن جيب هوندا سي أر في المفخخ بأكثر من خمسين كيلو جراما من مادة التي أنتي الشديدة الانفجار سائق الجيب ركنه مكان سيارة الهوندا التي غادرت المكان بعد فترة قصيرة وصلت سيارة الوزير شطح والتفت يسارا قبل أن تتوجه صعودا باتجاه بيت الوسط حيث كان سيعقد اجتماع لقوى الرابع عشر من آذار وكان سائق السيارة طارق بدر قد خفف من سرعته بسبب الالتفاف وهو أمر يعرف منفذو عمليات الاغتيال فيعمدون إلى ركن السيارات المفخخة قرب المفارق لإصابة الهدف بدقة وتضيف المعلومات أنه فور وصول سيارة شطح إلى موازات الجيب المفخخ فجر الجنات العبوة عن بعد ورجحت هذه المعلومات أن يكون شخص ثالث قد نفذ المهمة قوة عصف الانفجار كانت أفقية وموجهة في اتجاه الهدف مع التأكيد أن مثل هذه العبوات عادة ما لا تخطئ أهدافها ويمكن أن تصيب أكثر من سيارة تمر قربها أما نوع المواد المتفجرة المستخدمة في عملية الاغتيال فتشير المعلومات إلى تشابهها مع تلك التي استعملت في التفجير الانتحاري المزدوج أمام السفارة الإيرانية الشهر الفائت وإلى أنها لا تشبه المواد المتفجرة التي استخدمت في تفجيري رويس وطرابلس من هو محمد شطح الذي استهدف في تفجير بيروت لمحة عن حياته في التقرير الآتي لبنان بات يستعمل مسرحا لنزاعات حقيقية هو آخر التصريحات التي أدل بها وزير المالية اللبناني السابق محمد شطح قبل أن تستهدفه يد الاغتيال بواسطة سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور موكبي وسط العاصمة اللبنانية حيث كان من المفترض أن يشارك في اجتماع مقرر لقوى الرابع عشر من آذار في منزل الرئيس سعد الحريري على بعد مئات الأمطار من مكان الانفجار ابن مدينة طرابلس البالغ من العمر 62 عاما اختار في بداية حياته الدراسية طريق الاقتصاد والمال تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت بدرجة بكالوريوس ثم حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس شغل منصب نائب حاكم مصر في لبنان من عام 1993 حتى عام 1997 غادر إلى الولايات المتحدة حيث عمل سفيرا للبنان لديها من عام 1997 حتى عام 2000 عاد إلى لبنان مع استقالة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري تبوأ مناصب مختلفة في صندوق النقد الدولي من عام 1993 حتى عام 2005 كما تولى حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية السبعين في تموز 2008 عميل مستشار لرئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري كان معروفا بخطابه الهادئ ويتولى العلاقات الخارجية في تيار المستقبل ويعد شخصية رئيسية وبحورية فيه وينضم إلينا في الستوديو الخبير الاستراتيجي السيد الياس فرحات كذلك ينضم إلينا في الستوديو رئيس تحريص صحيفة اللواء اللبنانية السيد صلاح سالم أهلا بكم وأبدأ معك سيد سلام سيد صلاح سلام ما الذي يخبرنا به هذا التفجير هذا الاستهداف لهذه الشخصية أي رسائل وبأي اتجاه بالواقع يعني لأن لبنان أصبح مكشوفا أمنيا وسياسيا بسبب هذه الانكسامات العمودية المسيطرة على الوضع السياسي اللبناني أصبح لبنان يعني ساحة لتصفية حسابات بين مختلف الأفريقى ماي الصراع سواء داخل لبناني أو على صعيد المنطقة هذا التفجير اليوم يؤكد أن لبنان ما زال عرضة للتفجيرات المجرمة والإجرامية التي تستهدف شخصيات سياسية وشخصيات خاصة في فريق 14 أدار وأن لبنان أيضا مقبلة على مرحلة من الاتراب الأمني ليس سهلا التنبؤ بنتائجها خاصة وأن الرئيس تبه برد يوم في نعيه للوزير السابق محمد شطح أشار إلى مرحلة قاتمة مقبلة على لبنان مرحلة بأي شكل هل سنشاهد مرحلة مشابهة ما بين 2005 و2008 يعني يبدو أن مسلسل التفجيرات والاختيالات يعود تدريجيا إلى الساحة اللبنانية تفجير الرويس ثم تفجيرات ترابلوس عقبات تفجير السفارة الإيرانية واليوم التفجير أحد قادة 14 أدار يعني وبالتالي يبدو أن مسلسل التفجيرات في لبنان عادة من جديد كما كان عليه الوضع بال2005 و2006 طيب طيب اللي نشرك معنا سيد الياس فرحات لا أدري إلى أي حتى توافق مع مقاله السيد صلاح السلام لكن لو نسأل عن الثمن السياسي من خلال هذا التفجير على الأرض في لبنان تحديدا لشخص محمد شطح يعني أولا أوافق الدكتور صلاح حول أن لبنان مكشوف سياسيا وأمنيا وحول أن مسلسل التفجيرات عادة وبدأ وهو سيستمر وهذا شيء واضح ولا خلافة عليه أما الأثمان هذه الانفجارات فهي أثمان غالية أولا أطاحت بشخصية تربتع باحترام وثقة جميع اللبنانيين وهو وزير سابق وصاحب كفاءة عالية في الاقتصاد وفي العمل المصرفي واستلم وزارة المال وكان له إنجاز في وزارة المال هو عدد حقوق العسكريين التي كانت مجمدة أكثر من 15 سنة نتذكر ذلك في الجيش اللبناني إذن الوزير شطح هو خسارة أكبر في هذا الاغتيال أما من الناحية السياسية فأعتقد أن الهزة الأمنية التي أصابت لبنان جراء هذا الانفجار هي خسارة الاستقرار وما قالته بعض الدول العربية من دعوتها لرعاياها من الخروج من لبنان أيضا هذا خسارة كبيرة سياسية واقتصادية للبنان جراء هذا التدهور الأمني نحن لن نلوم أحدا عندما يكون عنده هاجس أمني على رعاياه لكن إننا في صدد الكلام عن الخسارة وهذه خسارة كبيرة أيضا الخسارة أيضا هي أن يستمر هذا المسلسل ويبقى اللبنانيون يتوقعون من هو الشخصية القادمة التي ستطلها الاعتداءات الإرهابية وهذا شيء مقيت جدا أن يعيش الشعب اللبناني في هذا الهاجس من التوقعات والعمليات التبصير كما يقولون والضرب بالرمل من سيكون الشخصية المقبلة حتى نبقى في هذه الشخصية وتحديدا بالأثمان السياسية والبعض يوسع الدائرة إذا نظرنا إلى شخصية محمد شطح كان له علاقات وطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية وهو كان يتحدث عن ذلك لم يكن رمزا داخليا لبنانيا على أهميته بالنسبة لتيار المستقبل ولقوى الرابع عشر من آذار لكن هذه تعتبر أو يعتبرونها نقطة قوة علاقته الوطيدة مع الولايات المتحدة هل يمكن أن نوسع الدائرة لنرى المشهد بأن هناك في جزئية ضرب لهذا الاتفاق أو التقارب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن علاقاته القوية مع الولايات المتحدة هي عنصر حماية له أكثر ما هي عنصر خطر ذلك لأن الجميع اليوم يريدون علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وما الاتفاق الإيراني مع مجموعة خمسة زائد واحد وأبرزها الولايات المتحدة إلا دليل على النهج الجديد الذي تبعته القيادة الإيرانية والمطلوب ربما ضرب هذا النهج من خلال اختيار هذه الشخصيات تحديدا رسالة توجه للولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن القضاء على شخصية مثل محمد شطح له علاقة بالملف النووي أو بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هذا مختلف كليا ولا يأتي في هذا الإطار ولا يمكن مقاربة الموضوع من هذا المجال لأن العلاقة اليوم مع الولايات المتحدة ليست حكرا على الوزير شطح هناك كثيرون في لبنان لديهم علاقات قوية ومميزة مع الولايات المتحدة لكن لا يخفى الأمر أن الوزير الشهيد له علاقة وله احترام في الولايات المتحدة مماثل للاحترام الموجود في لبنان إذا لم يكن أكثر كونه عمل كثيرا في مؤسسات المصرفية الدولية لكن هذا ليس عنصر ألا يعتبر ربما عنصر سيد فرحات بأنه إذا ما نظرنا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تتقارب من إيران وبالتالي يتهم طرف كحزب الله المدعوم من إيران أنظروا الجهات التي تتعاملون معها هي بهذا الإطار هل تفهم وسؤال مشروع لربما دعنا لا نذهب بعيدا في التخيل الواقع أنه الشهيد كان لا يعير انتباها لأمنه الشخصي وكان كثيرا ما يشاهد في المطاعم وفي المقاهي يجلس منفردا ولم يكن من الزعماء السياسيين الذين يتجولون بمواكبة أمنية وبسيارات مصفحة والأخره كان إنسانا عاديا في تنقلاته وفي حياته وأعتقد أنه اختيره لأنه هدف سهل لا أكثر ولا أقل وأنه يسبب نقصة أمنية كبيرة وكان سهلا على المعتدين الإرهابيين أن يطلوه ويعرفون منزله ويعرفون مقصده لنرى سيد فرحات لو تبقى معنا واتذر للمقاطعة ينضم إلينا السيد علي حسن خليل وزير الصحة معنا عبر الهاتف من بيروت هي شخصية محمد شطح لماذا هذه الشخصية؟ هل بالفعل لأنه من السهل الوصول؟ أم أنه الساحة اللبنانية بات السهل العبث بها؟ يعني فلنكن متواضعين في نقاش الموضوعات اليوم الوزير محمد شطح خسارة وطنية لبنانية عامة افتقدناه من موقع الخصوم السياسي ومن موقع الطلاق الإنساني الواسع والرحب كنا دائما في موقع حوار معه نشعر بأننا أمام رجل مفقف واعي عارف ويقدر الأمور جيدا أعتقد أن اغتياله اليوم الهدف منه بالدرجة الأولى هي إدخال لبنان في فتنة ترسم ورسمت للمنطقة كل المنطقة وواحدة من تداعياتها ما يجري اليوم في لبنان التحويل البلد إلى المناخ في البلد إلى مناخ فوضى وإرهاب ورعب ربما تكون هي أحد الأهداف الرئيسية هذه الأمور يمكن أن تكون وجدت في شخصية محمد شطح الإنسان الذي يمكن ما عنده كثير من الاحتياطات الأمنية هدف سهل معالي الوزير ربما من هذه الشخصية التي تتسم بالاعتدال يراد ربما رسائل معينة إرسالها ربما ليس داخل لبنان إنما لخارج حدود الجغرافية اللبنانية ربما يعني عندما نقول أن لبنان مستهدف اليوم لبنان أكثر من جغرافيا محددة اليوم في تقاطع لكثير من المصالح والصراعات الأقليمية والدولية على الصحة اللبنانية الخطورة الكبيرة أن يكون لبنان قد دخل فعلا في مرحلة يعني اللاعودة على صعيد التوتيرات الأمنية نحن اليوم على الدهك رفعنا الصوت منذ الصباح بأنه الرد الأمثل على اغتيال الوزير محمد شطح هو بعودة لغة العقل والمنطف والحوار وطلاق القوى الداخلية اللبنانية مع بعض البعض ربما لا يكفي هذا الأمر لكنه بالتأكيد مقدمة أساسية لتحصين الساحة السياسية الداخلية وبالتالي تحصين الساحة الأمنية إذا بقي لبنان في حالة التشرذم والانقسام السياسي الأفقي والعامودي والذي يأخذ للأسف أبعاد وطنية وطائفية كبيرة عندها أعتقد أنه كلنا سنكون مكشوفين كل القوى كل الأطراف السياسية للبلد ستكون مكشوفة وكلها عرضة في حال استمرار هذا الافتزاز لأن تصاب معالي يا الوزير علي حسن خليل وزير الصحة كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك بالعودة إلى ضيفي هنا في الستوديو سيد صلاح سلامت كنت تريد أن تعلق بما يختص بالرسائل التي ترسل ربما لخارج لبنان وتحديدا لما يتعلق بهذا الاتفاق الإيراني الأمريكي إن كان هناك في جزئية الاستهداف ما يطال هذا الاتفاق يعني بالواقع معروف عن الوزير الشهيد أنه كان معتدلا وأنه كان من صفوف من رجال الصف الثاني في كيادات 14 أدار وكان مستشارا للرئيس سعد الحرير والرئيس فؤاد السنورة لم يكن هو سياسيا بالمعنى السياسي هو رجل تكنوكراف لذلك أنا أطرح سؤالا هل كان المقصود في هذه العملية الدكتور محمد شطح شخصيا أم أن هناك شخصية أخرى كانت بالاتذارها والمنفذون أخطأوا العنوان كيف يمكن أن أخطأوا يعني نكون أضافة بهذا التحليم أم أنه معلومات لا أنا أطرح للسؤال حقيقة أنا أطرح هذا الاحتمال لأنه سؤال جاء من رئيس تحريص صحيفة للتساؤل لأنه كان معلنا أن هناك اجتماع لخيادات 14 أدار وللنواب ترابلس والشمال للبحث في الملف إنماء ترابلس وبالتالي كان معروفا أن الخيادات 14 أدار ستمر من هذا الطريق غالبا للوصول إلى بيت الوسط وهذا الشارع الفرعي هو موصل مباشرة إلى منطقة بيت الوسط وكنا استعرض الزميل عباس صباق العديد من المعلومات من مصادر أمنية بما يتعلق بهذا الانفجار وهذا الاستهداف والاغتيال للوزير شطح وكان من المعلومات اللافتة أنه استخدام نفس المادة المتفجرة بما يتعلق باستهداف السفارة الإيرانية ربما هذه المعلومات لخيوط أمنية قد تقود إلى المزيد من التحليلات إذا انطلقنا من منظورك سيد سيد صلاح لو تسمح لنا أن ننتقل لسيد إلياس فرحات لأنه مضطر للمغادرة وسيكون الوقت كبير ووافي سيد صلاح سيد إلياس فرحات بداية هل يمكن بالنظر لما سمعنا من سيد صلاح السلام أن لا يكون شطح هو المستهدف وإنما اعتبارات معينة في الترتيب لهذه العملية اختارت شطح ما قاله الدكتور صلاح هو انطباع سادة معظم المراقبين في اللحظات الأولى للانفجار لم يصدق الناس أنه من المعقول أن يكون الدكتور محمد شطح هدفا لعملية اغتيال وهو غير ليس قائدا سياسيا بل هو كبير مستشارين وهو وزير مال وتكنقراط ورجل الاقتصاد صحيح أنه شخصية مرموقة في تيار المستقبل أو 14 أذار لكنه ليس من الشخصيات التي تسمى بلبنان شعبوية هذا الانطباع سادة لكن بعدما تضحت الجريمة تبين أنه فعلا أنه هو المقصود شخصيا والسيارة المراقبة هي سيارته وأن الجنات تقصدوا اغتياله هو شخصيا هنا السؤال لماذا أعتقد أن هناك أجوبة كثيرة على سبب القتل أولها هو ضرب الأمن والاستقرار في البلاد وخلق حالة من الفوضى جراء هذا الاغتيال وخلق حالة من عدم اليقين السياسي في لبنان وشكوك الشعب اللبناني في الوضع الأمني والوضع الاقتصادي وهذه النتيجة حصلت فعلا اليوم ولكن في تجليات المشهد سيد فرحات وأنت تريد أن تغادرنا ما قاله ربما الوزير علي حسن خليل وكأنه يتحدى عن تلاشي للحدود الجغرافية للبنان الدخل أو مرحلة الدخول في هذا العنف دوامة العنف المفرغة في لبنان السيناريو السوري يحلل أو ينفرج المشهد في لبنان لا لبنان تأثر كثيرا بالأزمة السورية ويؤثر أكثر كمان في الأزمة السورية لكن الساحة اللبنانية مختلفة عن الساحة السورية لا يمكن في لبنان أن يحصل قتال مستوى وطن بكامله أو قتال أهلي واسع النطاق يعني world wide أو nation wide fight يعني ما حيصير شيء من النوع هذا ما يمكن أن يحصل كما قال ضيفك الكريم هو حق مسلسل اغتيالات وتفجيرات وأنا أؤيده في ذلك أيضا كما هناك العديد من اللبنانيين لا يزال ينتابهم هاجس مسلسل الاغتيالات والتفجيرات في أنه لن ينتهي خصوصا أن العمليات مثل هذه العمليات من الصعب جدا أن كشفها أو تلافيها لكن يبقى الفيصل هو التحقيق في تقريركم الذي عرضت موه سيدتي وأوضحتم فيه أن الأجهزة الأمنية كشفت السيارة وهويتها وأين كانت ومع من كانت يمكن للتحقيق أن يستمر بتوسع وبدقة أن يكشف الجريمة لا بأس يعني أن يكشف في لبنان تكشف في لبنان جريمة تكون قاعدة للأجهزة القضائية والأمنية لاتباعها في أي جريمة أخرى وتكون درسا للمجرمين لكي يتفادوا مثل هذه الجرائم في المستقبل أشكرك سيد الياس فرحات الخبير الاستراتيجي ضيفنا في الاستوديو بالعودة إلى ضيفي أيضا في الاستوديو سيد صلاح سلام انتلاقا من نقطة يعني هذه الاستشارة الاستفام بما يتعلق به سلام شطح وقبل أن ننتقل ربما إلى ردود الفعل بالنسبة للقوى السياسية اللبنانية وأيضا في خارج لبنان هو موضوع الاعتدال وكأنه اليوم يستهدف في لبنان قبل أنه فتنة تزرع سنية شيعية مسيحية مسلمة اليوم الاعتدال ربما السياسي في لبنان نسأل عن الاستفادة عندما يوجه الاتهام ولو بضمنيا لطرف في لبنان كحزب الله ما الذي يستفيد أن يتبقى الكلمة العليا للتطرف أو اليد الطولة للتطرف إذا ما ضرب هذا الاعتدال بشكل سياسي في لبنان ما في شك أن استهداف الاعتدال في لبنان هدفه صب زيت على النار على خلافات اللبنانيين فيما بينهم على هذا الانقسام الحاصل بين الكوة السياسية اللبنانية والذي انعقص انقساما عموديا للأسف على المستوى الشعبي وبالتالي وكأن المقصود هو اختيال الاعتدال لإفساح المجال أمام المتطرفين والمتشددين ليخوضوا المعارك بشكل أشد وأقصر تطرفا كما قلنا الدكتور محمد شطع كان معروفا بعلاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف السياسية من موقع سياسي مختلف وكان يعترف للآخر بحق الاختلاف بالرأي وبالموقف السياسي ومع ذلك كان يصير على التحاور مع كل الأطراف السياسية وخاصة من الكوات من يأدار لذلك أنا أعتقد أن الاختيال محمد شطح إذا كان هو المقصود شخصيا أولا اختيال الاعتدال ثانيا هناك رسالة أيضا إلى الرئيس سعد الحريري ورئيس فؤاد السنورة وراء اختيال الدكتور محمد شطح بالذات أننا قادرون أن نصل إليكم في المرة المقبلة لأن الدكتور محمد شطح كان هو مستشارا للرئيس سعد الحريري في الفترة الأخيرة وعمل أيضا مع الرئيس فؤاد السنورة تقول أنه رسالة وتوجه وكأنك تحدد كل النتائج دون أن نتحدث فعلا عن من يستفيد أو من هو الطرف المستفيد هو الطرف الذي يريد إشعال فتنة في لبنان خاصة بين السنة والشيعة من خلال تصعيد الخلافات بين تيار المستقبل وحزب الله في القوى السياسية اللبنانية أجمعت على إدانة اغتيال الوزير شطح مع عدد من المواطنين اللبنانيين وشرح العشرات رئيس تيار المستقبل سعد الحريري من العدالة وفق تعبيره باغتيال الوزير شطح رئيس المجلس النيابين بهبريران جريمة اغتيال شطح حلقة في سلسلة حلقات لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات بدوره رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائم ميشيل عون شدد على أن الحادث يفرض على كل مسؤول القيام بواجباته وخصوصا في حفظ الأمن النائب والجملات لفت إلى أن الإرهاب يضرب مجددا حاصدا هذه المرة شخصية تعتمد لغة الحوار والعقلانية قوى الرابع عشر من أذار سرعت إلى عقد اجتماعا في بيت الوسط وأعلن رئيس فؤاد سنيورا في بيان أعقب الاجتماع القاتل هو نفسه الذي لم يشبع من دماء أبطال ثورة الأرض والاستقلال وأنه هو نفسه الذي يوغل في الدم السوري ولبناني مشيرا إلى أن الرسالة المكتوبة بالدم وصلت مطالبا بتحويل ملف هذه الجريمة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ننعي إليكم شهيدنا البطل الدكتور محمد شطح الذي سقط صباح اليوم بيد المجرم الذي تعرفونه وتفكرون فيه وتؤشرون عليه المجرم الذي يهددنا كل يوم المجرم الذي لن ندعه ينتصر ولن ينتصر أيها اللبنانيون لقد وصلت الرسالة المكتوبة بالدماء وجوابنا إلى العالم إلى العرب إلى اللبنانيين إلى أهالي طرابلس وأهالي بيروت وعائلة الشهيد جوابنا لبنان الحرية والكرامة والعيش المشترك لبنان هذا باق والطغاة إلى زوال حزب الله عبر في بيان الله عن إدانته الشديدة للتفجير الذي استهدف الوزير شطح أوصف الجريمة بالبشعة ورأى أنها تأتي في إطار سلسلة الجرائم والتفجيرات التي تهدف إلى تخريب البلد وأنها محاولة آثمة لاستهداف الاستقرار وضرب الوحدة الوطنية لا يستفيد منها إلا أعداء لبنان أدعى حزب الله لبنانيين الاعتماد العقلانية والحكمة في مواجهة الأخطار وأيضا في ردود الفعل الخارجية وصفت الخارجية الأمريكية جريمة الاغتيال بالإرهابية في مدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولندا العملية وأكد دعمه التام للحفاظ على أمن لبنان واستقراره فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ما جرى رسالة مأساوية السفارة الروسية شجبت التفجير وأكدت حرص موسكو على الاستقرار الأمني في لبنان كما دانت إيران العملية وصفتها بالإرهابية أما السفير السعودي في لبنان فقد رأى أن عملية الاغتيال تهدف إلى اغتيال الاعتدال في التراب اللبناني أضعت السفارتان السعودية والكويتية رعاية إلى مغادرة لبنان أما دمشق فقد رفضت اتهامها باغتيال شطح وصفت الاتهامات بالجزافية والعشوائية ولينوسع دائرة النقاش ينضم إلينا أيضا إضافة إلى ضيفنا هنا في الاستيديو سيد صلاح سلام ينضم إلينا سيد سيمون أبي رميا وهو نائب عن التيار الوطني الحر في البرلمان اللبناني معنا عبر الهاتف من بيروت إذن لو استعرنا كلمة الرئيس نبيه بري وأن لبنان اليوم يبدو كساحة لتصفية الحسابات هل يبدو المشهد كذلك؟ الواقع لا شك في أن هناك أياد خبيثة تحاول أن يدخل لبنان في متاهة العنف الداخلي من خلال زرع الفتنة المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية والمطلوب حاليا وقفت تكاتف واتضام من قبل اللبنانيين من أجل منع هذه الفتنة من التواغل في داخلنا وعلى الساحة الداخلية اللبنانية لا شك بأن الوزير الصادق محمد شطح هو وزير استثنائي نظرا لعلاقاته وشبكة علاقاته الخارجية ونظرا لما كان يقوم به من تفكير استراتيجي وهو يعتبر من أحد المفكرين استراتيجيين في طيار المستقبل له غزارة معلومات تصبح عنده نتيجة علاقات رسخها على كل الأصعيدة وبالتحديد الصعيدين الدكتلوماتي والاستفادي ولا شك أن اغتيال الوزير الشطح يضع لبنان من جديد أمام مؤذب قبير أمام فخ الفتنة أمام فخ الحروب الداخلية وبالتحديد الفتنة السنية الشيعية التي نريد أن نعمل جاهدين جميعا من أجل عدم المقبوعة فيها وأيضا بالسؤال إذا ما سمحت لنا سيد سيمون أبو رميا بهذا الإطالة الذي تتحدث عنه أنه ستبقى الأزمة بهذا الشكل مفتوحة يعني الحوار اليوم أين مكانه لا يوجد له مكان أم أنه هدف الحوار بلبنان بات مستحيلا في الواقع بما أنك تتحدثين سيدة عن الحوار أعتقد أن اقتيال الوزير الشطح هو اقتيال لرجل معروف عن مواقفه الحوارية وانفتاحه على كل القوى السياسية والرد على هذه الأياد الإرهابية يكون العودة فورا إلى طاولة الحوار من أجل تحصين الساحة الداخلية من هذه الأخطار المخضقة بنا ولا شك بأن المطلوب أيضا أن نتوجه بطريقة تدريجية إلى التعصب وإلى التطرف وهذا أعتقد ما تبغي من خلال هذا الاختيال هذه الأياد الخبيثة الجهنمية الشيطانية التي اغتالت الوزير الشطح المطلوب اليوم من جديد العودة إلى الحوار وأنا أوجه طرخة إلى المسؤولين السياسيين وخاصة إلى المسؤولين في طيار المستقبل بعدم التوجه باتهامات متسرعة ضد أطراف لبنانية وتجريم أياد لبنانية قبل أن يأخذ التحقيق القضاء مجرى لأن يمكن أن يكون الغاية من هذا الاختيال غرف غرف لبنان في وحل الاستضامات العنفية الداخلية ونكون بطريقة مجانية أو غير مباشرة سهمنا في تأجيج هذا السرع وربما بالاتهام أيضا أن الوضع الأمني اليوم في لبنان لا يبدو وسيتم الحديث أنه يسمح بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان وتوجيه الاتهام ربما لطرف في لبنان هو حريص على أن يكون هناك انتخابات وتشكيل حكومة ولا يعني يريد أو يسعى لاستمرار هذا الفراغ الذي سيستمر بالتالي هذه الدوامة من الفراغ الأمني لا شك أننا في لبنان أصبحنا أسرى المعادلة العربية الإطليمية الحالية في المنطقة الكل ينظر إلى ما يجري في الداخل السوري والكل ينظر إلى تداعيات التفاهم الذي قيل أنه قد حدث بين إيران والدول الغربية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية أنا من الأشخاص القائلين صادقا بأننا أمام مرحلة خطيرة جدا وتحدثت عن إمكان انتجار كبير في لبنان بانتظار الوصول إلى هذا التفاهم النهائي بين الأطراف المؤثرة الإقليمية على الصعيد اللبناني وعلى الصعيد العربي ككل وبالتالي أعتقد بأننا سنمر في مرحلة خطيرة يمكن أن تتعذى الأشهر لأننا استحقاقات مصرية تنتظرنا على صعيد المنطقة وبسبب ارتباط أو ارتهان العديد من القوى السياسية مع الخارج أصبحنا أسرى هذه المعادلة أشكرك سيد سيمون أبي رميا النائب عن تيار الوطني الحر في البرمان لبناني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت أعود لضيفي هنا في الستوديو كنت دون بعض الملاحظات سأسألك عنها ولكن هل هناك كان المسارعة ربما الاتهام إلى الطرف بعينه في لبنان ربما سيجر لبنان وتحديدا الشارع في لبنان إلى الاقتراب أكثر ربما من شكل لحرب أهلية البعض يتحدث أنها موجودة بشكل مختلف عما شهدناه في 75 إلى التسعينيات في لبنان يعني باللغة قد يقول البعض أن لبنان عيش حاليا حرب أهلية ولكن حرب باردة بين الأطراف السياسية والقوة السياسية نظرا لحرص القيادات السياسية في جانبي 14 و 8 أدار على عدم تفجير الوضع اللبناني وأيضا نظر الحرص المجتمع الدولي على عدم انسياق لبنان نحو الانفجار نحو انفجار كبير يهدد الصيغة اللبنانية والنظام اللبناني أنا كنت أدون ملاحظات وأقول أن الرد على هذه الجريمة النقرة يكون بالعودة جميعا إلى مشروع الدولة وخاصة بالعودة والتسليم بالتطيق الدستور نصا وروحا وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس الحكومة المكلف بالنسبة لتشكيل الحكومة العتيدة لأن العودة للدستور عودة إلى مشروع الدولة من شأن أن يعيد الثقة شيئا فشيئا بقدرة الدولة اللبنانية وقدرة النظام اللبناني وقدرة الصيغة اللبنانية على الصمود أمام مخططات الفتنة ومخططات التجير التي تعرض لها الساحة اللبنانية في هذه الفترة طبقا معنا سيد صلاح سلام أيضا ونشرك معنا عبر الهاتف سيد خالد زهرمان هو نائب عن تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني معنا عبر الهاتف من بيروت وربما قبل أن أسألك ربما بما يتعلق بالاتهابات لكنكم تدعون إلى يوم غضب عارم هكذا تم تسميته بالنسبة لقوى الرابع عشر من آذار في يوم تشيع الشهيد محمد شطح هل أنا أنا أفهم شكل هذا اليوم يوم الغضب كما تم تسميته يعني في عمى يعني موضوع موضوع اللي أم نحكي هلأ هو معقيل سابق أنا يعني محاولة تجهيد الساعل كما كان هذا السابق أنا برأيي هذا عمل خطير المطلوب المطلوب الآن من فريق الوضع شهار وقفة وقفة يعني شجاعة لكي يعني لكي نقل في وجه آلة القتل التي أصبحت أصبحت تتحكم بالحياة السياسية الليبانية ويبدو أن دخلنا الآن في مرحلة جديدة من الابطيالات تشبه مرحلة 2005-2008 طبعا يعني المؤشرات وملكلات السياسية طبعا تشير بأصابة الاتهام إلى جهة معين ودايما نتذكر يعني عندما تم اتفاق الدوحة سنة الثالث الثالث فجأة توقفت كل عمليات العمليات كل ذلك يشير بأن محور معين هم مراء هذه العمليات عندما عندما يقف فريق 14 زار وحاصة فريق طيار المستقبل ويتمسك بثوابته ويرفض الرضوق لشروط الفريق الآخر نرى بأن عمليات الاغتيال بدأت تعود إلى أسباحة الداخلية سيد زهرمان ربما سنعود لجزئية ما يتعلق بيوم الغضب العارم لكن البعض يعتقد أو يرى أنه تسرعتم بهذا الاتهام خصوصا أن هناك معطيات أمنية تتحدث عن شكل آخر وطرأ أطراف أخرى هذا لا يعتبر تسرع واستباق حتى للتحقيقات بالقضاء قضائيا قضائيا نحن لمر ما تنكى إلى القضاء والقضاء هو الذي يبد ولكن في السياسة هناك مؤشرات تجعلنا مقترعين بأن الجهة التي تقفر عملية الاختيال هي جهة معروفة هي التي اختالت الشهيد رفيق الحريري وهي التي اختالت الشهداء الذين سقطوا من ثورة الأرض من بعد 2005 صح سيد خالد زهرمان فقط نقطة أخيرة بما يتعلق إذا كنت تستطيع أن تكمل معنا تحدث عن وقفة شجاعة مطالبة بها قوى 14 من هذا هل لنا أن نتخيل هذا الشكل خصوصا أنه سنشهد غدا ربما كلمة جامعة موقف موحد من ما يتعلق بالتعاطي مع المتغيرات والمطيات الجديدة هل سنشهد تغيير واضح طبعا هناك تواصل والمعادة مفتوحة بين قوى 14 ذهر الانتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة ولكن أنا برأي يجب عدم مرور الكرام على هذه العملية كما كان يحدث في السابق أظن بأن المطلوب من فريق 14 ذهر أن يكون تكون مواقفه على قذر هذه المرحلة لأن المرحلة تتطلب سلابة في الموقف لأن أي عملية تراجع في الوقت الحالي سنقصر كل الممتسلات التي حصلنا علينا في السنوات السابقة وأنا رأيي الشخص المطلوب حركة غير تقليدية مثلا عصيان مدني أو حتى يكون هناك تفاعل ومحاولة ومحاولة إشعال الفتن المدامية المترقية بين المناطق اللبنانية أشكرك سيد خالد زهرمان الناب عن تيار المستقبل في مجلس النواب اللبناني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت نتابع أيضا التفجير الذي هزى وسط بيروت اليوم هو الخامس ضمن سلسلة تفجيرات ضربت مختلف المناطق اللبنانية وحملت رسائل سياسية مفخخة رسائل مفخخة تلقاها لبنانيون هذا العام في مختلف المناطق أولاها في منطقة بئر العبد في الضحية الجنوبية لبيروت حيث انفجرت في التاسع من تموز يوليو سيارة مفخخة مركونة في موقف للسيارات ما أدى إلى جرح أكثر من خمسين شخصا واحتراق عشرات السيارات ولم تكد الضحية الجنوبية تلتقط أنفاسها من التفجير الأول حتى تكرر المشهد في منطقة الرويس في حي سكني مكتظ بالمواطنين وأدى انتجار سيارة مفخخة إلى مقتل عشرين مواطنا على الأقل وجرح ثلاثمائة وقاتلوا الذين يقاتلونكم مجموعة إرهابية تابعة للقاعدة تبنت التفجير فسارع فريق الرابع عشر من آذار إلى اعتبار هذا الاستهداف لمناطق نفوذ حزب الله نتيجة طبيعية لتدخله بالأزمة السورية لكن حزب الله وحلفائه رأوا أنه استهداف لاستلم الأهلي عن طريق الشحن المذهبي وزرع الأحقاد أحقاد تنامت مع حصول التفجير الثالث في منطقة طرابلس شمال لبنان تفجير مزدوج السادف مسجدي التقوى والسلام يوم الجمعة في الثالث والعشرين من آبو غسطس ما أودى بحياة خمسين شخصا على الأقل وأدى إلى جرح خمسمائة وفيما يترقب اللبنانيون نتائج التحقيقات عادت الرسائل المفخخة على نحو مختلف انتحاريا اقتحم محيط استفارة الإيرانية في بيروت في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر حيث قتل ستة وعشرون شخصا على الأقل وتبنت كتائب عبدالله عزامي تابع لتنظيم القاعدة هذا التفجير وقبل ثلاثة أيام من نهاية السنة الدامية في لبنان دو انفجار في وسط بيروت أودى بحياة ابن ترابلس الوزير السابق محمد شطح فيما قد يفتح سلسلة جديدة من التفجيرات التي تستهدف شخصيات والتي يخشى أن تستمر مع بداية السنة الجديدة ومجددا لضيفنا هنا في السيديو سيد صلاح سلام رئيس تحريص صحيفة الليواء وربما نفتح الأفق ما الذي سنشاهده بعد ذلك ما قاله سيد خالد زهرمان أنه بحاجة قوى 14 من أذار لوقف شجاع العنوان يوم غضب عارم في يوم التشيع وربما يتحدث عن تحركات أكثر وضوحا وجدية عن عسيان مدني كل هذا إلى ماذا يعني هو العسيان المدني لا أدري إذا كان مقصود به هو العسيان المدني على الدولة اللبنانية أم هو رفع الصوت ضد ما يجري في البلد أو ضد الهيمنة فائة معينة بالبلد أو حزب سياسي في البلد على مقدرات الدولة ومقدرات الأجهزة الأمنية يعني العسيان المدني عادة يكون موجها ضد السلطة الحاكمة أنا أعتقد أن الوضع الحالي في لبنان لا يسمح بالوصول إلى عسيان مدني لأنها موجود حكومة بولاية رئيس الجمهورية في أشهرها الأخيرة مغالبت شخصيات في الحكومة تقوم عسيان مدني على نفسها؟ يعني أيضا هي المعارضة التي تدعو المعارضة 14 قوة 14 دار في المعارضة وبالتالي يعني أصلا ما في حكومة هذه حكومة مستقيلة لا تعتبر أن الحكومة تمارس صلاحياتها الدستورية أيضا مجلس نواب معطلا فإذن يعني الحركة على السلطة المدني لا أدري إذا كان هذا المقصود بها بالضبط ولكن قوة 14 أدار بحاجة إلى وقفة شجاعة جدية وتعبر عن حالة الغضب التي يعتمر جمهورها هذا أنا أعتقد هو المطلب الأساسي وهذا هو المطلوب من قبل جماهير هذه القوة التي اشتاقت إلى موقف حاسم إلى موقف قوي يرد على الهجمات التي تتعرض هذه القوة وعلى محاولات استبعادها عن القرار الوطني لكن ألا تعتبر أيضا مستقيتها على المحك اليوم المسارع على الاتهام أمام معطيات أمنية تتواتر وتتحدث أنه ربما تكون في طرف آخر تماما عن الاتهام الذي يوجه ليطرف موجود في الداخل لبنان كما قال سعادة النائب الدكتور خالد زهرمان هو ااتهام سياسي بانتظار نتائج التحقيقات القضائية وبالتالي المنطق السياسي اقتضى أن توجه مثل هذه الاتهامات ولكن طبعا الكل يجب أن ينتظر التحقيقات القضائية الجارية لكشف ملبسات هذا الحادث وتحديد هوية الفاعلين وخاصة أن في لبنان عادة التحقيقات بالتفجيرات لا تصل دائما إلى خواتمها النهائية أو على الأقل يتم التستر على النتائج التي يتوصل تتوصل لها التحقيقات ونعتقد أنه أنا الأوان اللي يكشف النتائج مثل هذه التحقيقات أن الأوان بأي معنى نحن أن الأوان بمعنى إذا ما ربطناها بالتحولات الاستراتيجية الكبيرة المحيطة في لبنان لا حتى نرد على محاولات شعار الفتنة في لبنان حتى نبرر إما أننا نضحط هذه الاتهامات السياسية أو حتى نستعيد الثقة بالجبهة الداخلية وبالشريك الآخر بالوطن لأنه لو بقيت هذه الاتهامات السياسية بمعزل عن نتائج التحقيقات القضائية مع الوقت ستتحول إلى اتهامات دائما وبالتالي ستمهد إلى انفجار أكبر في البلد في حين أنه لو تمت الإعلان عن نتائج تحقيقات القضائية وتحديد هوية الفاعلين يصبح من الأسهل التصدي للجهود المشتركة هل يملك فعلا أحد في لبنان ربما سحب فتيل هذه الفتنة من داخل لبنان بوسط الحديث أنه الموضوع ربما مرتبط لأطراف تريد أن يكون المشهد متغيرا تماما في الداخل اللبناني يمكن للبنان أن ينتصر على هذه الفتنة ويضحضها فايا في المهن فيما لو تعاون طيار المستقبل وقاعدات السنية العريضة مع حزب الله وقاعدات الشعية العريضة على التصدي لهذه الفتنة للأسف حتى الآن القطيعة مستمرة بين هذين الكوتين الأساسيتين على الساحة اللبنانية وبسبب هذه القطيعة هناك كلام كثيرا عن الفتنة وعن التصعيد وعن محاولات بدقيقة انتهى الوقت حقيقة لماذا لا تكون مثل هكذا حوادث على ألمها الشديد والفقدان الكبير لا تكون هي بوابة للتواصل للالتئام لمد اليد مقابل اليد شاهدنا في مختلف المناطق اللبنانية لم يكن طرف بعيد إذا ما أردنا أن ننظر إلى اللوحة المتنوعة للبنان ولبنان واحد يفترضا يكون صحيح لذلك أنا أقول الرد على هذه التفجيرات وعلى هذا المسلسل الإجرامي يكون بعوضة الجميع إلى الدولة إلى مشروع الدولة إلى أحكام الدستور نفسا وروحا وإلى ما يقتضي تقتضي صلاحيات الدستورية للمؤسسات الدستورية سواء أن كانت منجل الصواب أم مجلس وزراء أم رئيس جمهورية أشكرك سيد صلاح سلام رئيس تحريص صحيفة اللي وقضي في هنا في الستديو أهلا لا يمكن اعتبار اغتيال للوزير السابق محمد شطح حادثة عابرة في لبنان هو جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاغتيال التي عرفها هذا البلد على مدى العقود الماضية وطالت سلسلة شخصيات سياسية وأمنية وأيضا دينية نستعرض فيما يلي أبرزها السلام عليكم شهد العام الحالي اغتيال القياد في المقاومة الإسلامية حسان اللقيس وذلك باستخدام مستدسات مزودة بكواتم للصوت العام الماضي اغتيل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن عن طريق تفجير سيارته في بيروت عام 2007 شهد ثلاثة عمليات اغتيال أبرز اغتيال العميد في الجيش اللبناني فرانسوال حاج عبر تفجير سيارته في منطقة بعبدة عام 2005 شهد أكثر من خمس عمليات اغتيال أبرزها التفجير الذي استهدف رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري كذلك اغتيل في العام نفسه الأمين العام الأسبق للحزب الشيعي اللبناني جورج حاوي عن طريق عبوة مزروعة تحت مقعد سيارته وفي عام 2004 تعرض كوادر في المقاومة الإسلامية لعدة عمليات اغتيال أبرزهم القيادي غالب عوالي من خلال عبوة موجهة زرعت في سيارته عام 2002 اغتيل الوزير والنائب السابق إليح بيقة عن طريق تفجير سيارة مفخخة وعام 1992 اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله أنذاك السيد عباس الموسوي بقصف سيارته عام 1989 شهد عمليتي اغتيال الأولى استهدفت رئيس الجمهورية رينيم عوض والثانية طاولت مفتي الجمهورية حسن خالد عن طريق عبوة استهدفت سيارته واغتيل رئيس الحكومة رشيد كرامي عام 1987 عن طريق عبوة تحت مقعد مروحية كان يستقلها وإثر دخول الجيش الإسرائيلي إلى بيروت تعرض رئيس الجمهورية بشيل جميل لاغتيال عن طريق تفجير استهدف مقر حزب الكتائب في الأشرفية وقتل مسلحون عام 1978 الوزير طوني فرنجية وعائلته بعدما اقتحموا منزله شمال لبنان عام 1977 اغتيل الوزير كمال جنبلاط عن طريق إطلاق النار في منطقة الشوف وقبيل نشوب الحرب الأهلية في لبنان تعرض النائب معروف سعد لإطلاق نار خلال تظاهرة للصيادين في صيدة والآن عودة لمتابعة الأشرا والآن إلى فقرة الماضي الحاضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة